موسيقى حبينا نعمل خير في برنامجنا بيت دعاء اخترنا أغلى حاجة وأصعب ابتلاء مبادرة جديدة في برنامجنا بنطلقها مع شرقاء الخير أكبر وأفضل الأساتذة والأطباء الاستشاريين هنعمل 3 عمليات كل شهر عملية هتكون للعين سواء ميا بيضة أو تركيب دعامات اللي هيعملها مجانا العلامة الدكتور حازم ياسين أستاذ جراحة العيون وواحد من أهم وأشهر جراحي العيون في مصر عملية للعمود الفقري سواء إزالة أورام أو تسبيت فقرات أو أي عملية في العمود الفقري مع أستاذ دكتور وليد عطية استشاري جراحة المخ والأعصاب زمالة جامعة جورجيا لجراحات العمود الفقري وعضو الجامعية اليابانية لجراحة المخ والأعصاب وعضو الاتحاد الأمريكي عملية ليك أو ابنك أو بنتك عنده حاول وبيعاني وظيفيا في الرؤية والمذاكرة والتنمر دكتور أشرف سعيد محروس استشاري أول طب وجراحة العيون متخصص في علاج الحاول وتصحيح النظر وتصحيح عيوب الإبصار بالليزر وعلاج القرنية المخروطية ابعتنا الحالات بتاعتكو على الصفحات اللي هتظهر قدامكو وكل دكتور هيختار عملية كل شهر ويعملها مجانة هدية لجمهور بيه الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا من كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكو بيه الدعاء زي ما شفتوا في الفيديو مبادرة برنامجنا بيه الدعاء اللي هنعمل فيها ثلاث عمليات واحدة للعين والتانية العمود الفقري والتالتة لحوال العين وهي من العمليات أكبر للإطباء والإستشاريين أي حد منكو أو من اللي حواليكم محتاجة العمليات دي ابعتونا وتواصلوا معينا فورا على صفحاتنا اللي هتظهر قدامكو صفحات برنامج صفحة برنامج بيه الدعاء على الفيسبوك وصفحات دعاء عامر هم موجودين قدامكو بعتوا بقى يعني أنتو هتلاقوا فيديو على الصفحة فتكتبوا تحت الفيديوهات بتاعت العمليات الكومنتات بتاعتكو تحت الفيديو تمام؟ وربنا يشفي كل مريض يا رب إن شاء الله أهلا يا شيخ أحمد ويلا ندخل في موضوع حلقتنا أدعي على ابني ويكره اللي يقول أمين طيب وليه أصلا تدعي على ولادك أصلا تدعي بني ما بيسمعوش الكلام أصلا بدعي من وراء قلبي طيب إفريدي أبواب السماء كانت مفتوحة أو ربنا تقبل دعائك يعني كأم ما ينفعش الناس حتى لو أمنتوا ولما أمنتش مش مهم ده موضوع خطير بجد هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من عمال أظهر الشريف أهلا بك يا شيخ أحمد ويحفظك ويكرمك ويستورك يا رب يا رب السدر والصحة لي والولادي وليك والولايدك ولكل الناس يا رب السدر والصحة والرزق الحلال يا رب والفردوس الأعلى لهم أصلا يسمى سيدنا محمد ربنا ينجيهم وينجحهم جميعا يا رب يا رب ويديهم يا رب لهم أصلا يسمى سيدنا محمد ده أنا عندي دعوات كتير أنا أصلا تبتني أفضلها ده تقول لساعة بتاعت البرنامج نحن محتاجين اللي احنا نده والله دعا بيقرب العبد من الله عز وجل وقصة لما يلح العبد على الله تبارك وتعالى يستشعر أنه فعلا يحتاج إلى الله عز وجل نحن محتاجين فعلا لربنا سبحانه وتعالى خلنا نتقل في موضوع الحلقة على طول الحمد لله وصليلهم وسلم وبرك على سيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وانتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا حول ولا قواته إلا بالله اللهم لا حول ولا قواته إلا بالله تم من لهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما عطيتنا اللهم أمين بنشوف يا سيدة ضعاء كتير من الناس شكاوى بتيجي من الأبناء ويقول لك والله بابا بيعد يد علي ماما بتعد على طول تد علي لما نقشهم فيبدأوا يده علي ونلاقي الأب والأم يقول والله ده في حالة غضب أو ابني ده جنني أو ابني تعبني فأنا وبتالي غصب عني فبادعوا عليه وإحنا هنا نقول لهم الفعل اللي انتم بتعملوه ده لا يجوش شرعا أصلا يعني ده ما ينفعش لما نيجي ننظر إلى القرآن الكريم حنلاقي القرآن الكريم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا وربنا تبارك تعالى في الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة إيه ده المفروض ندعو لهم مش ندعو عليهم قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كما في مسلم قال لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم ليه بقى خشة أن يكون الساعة اللي انت بتدعي فيها دي تكون ساعة إجابة وانت بتدعي كده يروح ربنا ياخدك فتكون ساعة إجابة أو تدعي على نفسك حالا بعض الناس يقول يا رب خدني حالا كده ماذا يقول له يا رب خدني أيوة غلط كده في لحظة الغضب دي دي ممكن توافق ساعة إيه ساعة يسأل الله عز وجل فيها عطاء فيستجيب فهي مشكلة فخلي بالك وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربنا تبارك تعالى يستجيب لمين يستجيب لدعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده دي رواية ابن ماجة في رواية الإمام أحمد ودعوة الوالد على ولده فحد يقول لي هو الأب دعاءه بيستجاب مع أن الأب ده مليء بالرحمة وإحنا عندنا يقول لك الأمومة والأبوة الرحمة واللطف والحنان بتاع الأب والأم وعند حديث آخر يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثمن أو قطيعة رحم هو ده مش إسم هو ده مش قطيعة رحم ده هو الإبن ده ده من باب أولى يعني إزاي ربنا تبارك تعالى ها يستجيب سدنا بأن لا يعني يستجاب لأحد ما لم يدعو فإذا دعو بإثمن أو قطيعة رحم فالله لا يستجيب أماتنا رضي الله عنهم جاوب على الإشكال ده يا أستاذ دعاء قالوا الأب أصلا مليان حنان وعطف ورحمة وحلم على الإبن وبعدين هو لما يدعو على الإبن وربنا يستجيب فيستجيب الله عز وجل من باب العقوبة لا من باب التكريم فقاله يعني إيه كلام من باب العقوبة لا من باب التكريم قاله مش كرامة يعني للوالد ولا حك هو بيقول كأنه انتكست فطرته وكان سبب في انتكاس الفطر الفطر اللي هو إيه أنا أدعو لإبني ما كراشي إبني أعد أدعيله بالهداية أدعيله بالصلاح أدعيله بالتوفيق وهكذا لكن لما دي الفطر السليم لكن لما أدعو عليه بحصل انتكاسة للإيه انتكاسة للفطرة وربنا تبارك تعالى يقول لك طب مش هستجيب المراتي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخيل قضي إليهم أجلهم لكن ومع ذلك ابن كثير يقول فربنا يؤخر يؤخر خلاص بقى ممكن يكون في لاحظة الضغضة وكده ويقول أدام فطرتك انتكست بالطريقة دي ما أصبحتش سوية فهنا يستجيب الله عز وجل الدعاء الوالد على إيه على والد وده حصل يعني واحدة بتحكي بتقول أنا قلت لابن في يوم من الأيام روح حريقة أغدك فبيقول فطلع فالبيت تولع بالفعل وابنها مات في المسألة دي لكن في قبح للمسألة يا سيد دعاء إيه القبائح اللي بتبقى متراتبة على ده إن الإنسان وبيضع على ابن ده بيبقى عنده حظ النفس والانتصار للنفس ما بيبقاش عنده الحلم وكذم الغيز كان أحدهم لما يلاقي نفسه كده ابنه مجننه فيقول في يوم من الأيام كنت عامل وليمة فجي الولد الصغير ده فجاب التراب وحط على الأطباء فبقول جزعلت جدا 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 فبدل ما يدع عليه دعا له قال أسأل الله عز وجل أن يجعلك إماما للحرم فبدل ما يدع عليه دعا إيه دعا له واستجاب الله له واستجاب الله له وأصبح الشيخ ده اللي بيحكي القصة دي هو إمام لمين هو إمام للحرم أحدهم يقول والله من القبائح مثلا أنه هو أنت خلي بالك لما بتدعو أنت فاكن أنت بتصلح ابنك كده ده بالعكس أنت بتخلي الابن يتمرد عليك ولذلك الفضيل ابن عياض رحمه الله فهم المسألة دي وعبد الله ابن المبارك واحد بيقول له لعبد الله ابن المبارك يقول له ابن كثير العقوق ومش قادر عليه وإلى آخرة فقال هل دعاوت عليه يوما شوف يبقى المسألة ومش هو عق يبقى أنت دعاوت عليه أنت كنت سبب في شقاء هذا الابن طيب بدل ما تدعي عليه ادعي له الفضيل ابن عياض عليه رحمه الله بيقول يا رب اللهم إني قد اجتهدت في تأديب ابني فلم أستطع فأدبه أنت وكان كثير الدعاء لابنه علي رضي الله عنه حتى استقام علي رضي الله تبارك تعالى عنه وأرضاه لدرجة أن العلماء كانوا يفضلون علي على الفضيل ابن عياض عابد الحرمي ده بسبب إيه بسبب الدعاء للابن فإحنا يا معنى نتقل الله عز وجل في أولادنا بدل ما ندعو عليهم ندعي لهم بالصلاح ربنا هاب لنا شوفي وده الدعاء سبحان الله لما نيجي ندعو نحاول بقدر الإمكان يكون قلوبنا مليان الرحمة وإحنا بندعو الله عز وجل بندعو الرحيم يعني إحنا في النهاية بندعو الكريم طب هو ابن عق يا رب خد بإيده يا رب يا رب وفقه لكل خير يا رب جعله صالح يا رب جعله بر بأبيه وأم يا رب كذا يا رب بعد بالحضرتك وبالنهاية نسأل الله عز وجل إنه هو يبارك في أولادنا جميعا يا رب طيب إحنا هناخد تليفون إن شاء الله نلحق ناخد مكلمة كده قبل الفقرة ما تخلص معنا مين سيد أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام تفضل الله يخليك عايز أسأل الشيخ على حاجة يعني تفضل يا فندي الله يخليك أنا حد زرام ابني جامد وأعنف مشكلة جامدة وخصرنا كل حاجة وبتبضع عليه جامد بس بعد ما بضع بضع بعد ما بضع على الإنسان ده بضع هو عضعية بتزعلي ليه مش هو ظالم أنه هو ظالم ظالم ابني جامد جامد أيوة أنت بقى بتزعلي ليه نتدعيتي عليه عايز أعرف أستاذك بزعلي أننا بضع عليه بابا خايفة ببزعلي أننا بضع أنا عمري ما كنا بنضع على حد يعني أنت بتدعي تقولي حاجات وحشة ولا بتقولي حسب الله آه لا بضع بقول بضع عليه اللي احنا سايفينه هو يشوفه يا رب بس بعد كده بزع أوي 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 يعني أنت لو دعيت قلت حسب الله ونام الوكيل بقول بس لا ساعة تقول لا بتقولي حاجات بقى زيادة طيب آه ما تعيطيش يا حبيبة قلبي ربنا كريم والله وبيمثر المظلوم ربنا يكشف الكرب يا رب ويذهب الهم اللي عندك وده يا رب العالمين وده من رقة حضرتك ورحمة حضرتك اللي انت بتقولي بعدا ما دعوه فأنا بزعل وهي بتقولي يا رب وريهم اللي احنا شفناه انت عارف اللي هو من جنس ما فعل الرجل لو بالطريقة دي فدعوة المظلوم مستجابة وده ما فهاش مشكلة الا ان يتعدى الانسان يعني يقوله فيه في اولاده وممته وابوه بتاعي فكذا تعدى طب الافضل من كده ان العبد يفوض الامر الى من يفوض الامر الى الله تبارك تعالى فهيقول حسبي الله ونعم الوكيل لما قالها سيدنا ابراهيم نجاه الله من الناش وقالها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالها الصالحون رضي الله عنهم فكان الله حسبهم وكان الله سبحانه وتعالى وكيلهم سبحانه وتعالى فنجاهم الله عز وجل من المهالك ومن الشرور ومن الآثام فربنا ينجيكم يا رب ويرفع عنكم الغم والهم ويزهب الكرب يا رب العالمين اللهم امين بشكرك في نهاية الفقرة ربنا يكرمك يا شيخ حمد وينطلع فاصل مشاهدين نخليكم معين اشتركوا في القناة